وفاة شخص وإصابة تمان آخرين في حادث انقلاب حافلة النواحي أزلال سوفي شخص وأصيب تمان آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء انقلاب حافلة للنقل المزدوج بالطريق الرابط بين إقليم يزلال والحوز وعن تفاصيل الحادثة أفد مصدر محلي جرت أمس بالطريق المذكور جراء انقلاب حافلة للنقل المزدوج بشكل عرضي وهو ما أدى إلى وجود خسائر مادية وبشرية يتيم مناغ المصابين إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية وفور علمها بالحادث انتقلت مصالح السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي على وجه السرعة إلى عين المكان وتم نقل جوتة الهالك إلى مستودع الأموات ونقل المصابون إلى المستشفى وذلك بالموازات مع فتح تحقيق في الموضوع للكشف عن تفاصيل الحادث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة